لم يتوقف الطائر المعدني عن التحليق بين عاصمتين شقيقتين فالتاريخ يرسم المسافات القريبة ويوحدها العراق ومصر وحدة المصير والتحديات وتلبية المصالح المشتركة بين البلدين التي لم تنقطع ذات يوم لكنها السنوات المتلاحقة المتراكمة التي وصلت 30 سنة من عمر آخر زيارة لرئيس جمهورية مصر العربية إلى بغداد بغداد صانعة المعجزات دوما والمتفوق على المستحيلات تعانقها القاهرة عناق التاريخ الممتد فيدخل رئيس مصر عبد الفتاح السيسي على أنغام الدبكة العراقية ترحيبا بعادات وتقاليد العراق وهذا ترحيب الشقيق للشقيق مصر تعزز اليوم قمة بغداد لتعاول ثلاثي مع الأردن الحاضر بقوة في تفاصيل البناء دوما ومواجهة التحديات أما زيارة المصرية التاريخية لرئيس مصري تعطي تفسيرا أكثر تفاؤلا على صعيد الأيام المقبلة بخلال تعميق العلاقات المشتركة ليكون العراق حاضرا في الخارطة العربية لصناعة قمة البناء نحو مستقبل أجمل ترجمة نانسي قنقر